اشتركوا في القناة وذلك بقول أن الموحد يدخل الجنة مع وجود الذنب غير الشرك توحيد وتوحيد وتوحيد فبماذا نجيب الله عز وجل بوجود هؤلاء العاصين والسؤال ما رأي فضيلتكم في هذا القول هذا قول جاهل أو ظل إما أنه جاهل ولا يعرف الكلام في مسائل العلم أو أنه يعرف ولكنه ضال ويريد تضليل الناس لا شك أن الشرك هو أعظم الذنوب وأن صاحبه لا يدخل الجنة مطلقا وأن صاحب المعصية ولو كانت كبيرة وهي دون الشرك هذا ترجى له المغفرة ودخول الجنة وهذا الشيء ليس من عندنا الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردن من إيمان فالتوحيد يكفل لصاحبه الجنة إما ابتداءا وإما في النهاية حتى ولو عذب وأما المشرك فهذا لا أمان له أبدا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فأهل التوحيد لهم الأمن الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك لهم الأمن إما مطلقا وإما في النهاية أما المشرك فليس له آمن مطلقا وهو خالد مخلد في النار فهذا الذي يقول أن التوحيد ريع الناس هذا هو العياذ بالله كلام شنيع هذا كلام شنيع كلام باطل توحيد هو الذي أصلح الناس وهو الذي ينجو الناس به يوم القيامة من النار فهو الأصل وهو الأساس ولا مقارنة بين المعصية وبين الشرك الشرك أعظم المعاصي ولا نجاة معه أما المعاصي فهي تحت المشيئ إن شاء الله عذب صاحبها وإن شاء غفر له ولو عذب فمآله إلى الجنة نعم